المظاهرات الشعبية في إيران هي نتاج طبيعي للقمع والظلم والفغر فالحكومة الإيرانية معظم مواردها تذهب لدعم الميليشيات الموالية لها في العراق وفي سوريا ولبنان واليمن وحزب الله وبعض دول أفريقيا بهدف إقامة الدولة الفارسية في منطقة الشرق الأوسط فالقمع والظلم سبب ثورة الشعب الإيراني كرد فعل غاضب على السياسات الإيرانية لكن للأسف ردود الفعل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كردها على استحياء أو سياسة لا نرى لا نسمع لا نتكلم يبدو أن شعرات هذه المنظمات للاستهلاك والتصيد في الماء العكر وممارسة الضغوط السياسية التي توجهها من أجل تكسبات سياسية الثورة الإيرانية الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للأسف لم يكن هناك دعم لهذه الثورة ومساعدة الشعب الإيراني للتخلص من نظامه فالمساعدة الحقيقية صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار ترخيص عام لتسهيل الاتصالات باستخدام الإنترنت لمساعدة الشعب الإيراني وباقي الدول صامتة واليوم تقوم القوات النظامية والحرس الثوري الإيراني وكوادر البسج بمواجهة المدنيين وقتل المتظاهرين وفشل النظام الإيراني في قمع المظاهرات على الرغم أن هذا النظام قام بزرع عشرات الكاميرات في طهران وكل تلك الأنظمة فشلت في إيقاف ثورة الشعب الإيراني تتميز هذه المظاهرات بالتنظيم عن الثورات السابقة للشعب الإيراني وأصبح استهدافة في غاية الصعوبة لأنها ثورة شبابية تنظم عملها مجموعات مثقفة وأقصد هنا الطلابية بالجامعات مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم وترتيب استمرارية المظاهرات في أماكن مختلفة فعندما فشل النظام الإيراني في مواجهة هذه المظاهرات توجه للهروب من هذا الفشل ووجه اتهاماته كالعادة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وبدعم هذه الثورة وتنظيمها ودعمها إعلاميا من خلال كل منصات الإعلام المختلفة ولقد وجخها من الولي الفقيه والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية رسائل تهديد واتهام بشكل صريح للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وإسرائيل للخروج من هذه الورطة قام النظام الإيراني بنقل فشله الداخلي في مواجهة الاحتجاجات إلى محاولة خلق حرب خارجية كانت أولى تلك الضربات في 24-9 حيث قام الحرس الثوري الإيراني في قصف المعسكرات الكردية في شمال العراق الضربة الثانية كانت في 28 سبتمبر حيث قامت مقاتلة أمريكية بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية من صرف مهاجر ستة كانت متجهة لضرب القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق ويحاول الحرس الثوري الإيراني حاليا استهداف كل المنشآت الأمريكية في العراق القص من تلك الهجمات من النظام الإيراني والأعمال العسكرية يحاولون إبعاد المشهد الغضب الشعب الإيراني عن وسائل الإعلام واهتمام الدول الكبرى بهذه الثورة وقد تم تسريب معلومات خطيرة أن إيران قد تستخدم قواعدها في العراق لمهاجمة المملكة العربية السعودية وبعض المنشآت النفطية في دول خليجية بهدف الانتقام مع التحرك الحوثي في اليمن لضرب المنشآت السعودية حيث أن الحوثي ما زال يماطل في التوقيع على الهدنة مع قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية وقد يكون التركيز هو قصف واستهداف المنشآت النفطية أكثر من العسكرية بهدف وقف تصدير النفط حتى يكون هناك ارتفاع للأسعار وتشتيت النظر عن ثورة الشعب الإيراني ولكن إيران لم تأخذ بالاعتبار أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج قد دعمت قواتها الجوية بأنظمة حديثة تستطيع وقف واعتراض كل الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية وسيكون الرد السعودي مختلف وسيكون الضرب في قلب إيران وإيران اليوم من الدول التي تستخدم الطائرات المسيرة وهي صناعة صينية يقومون بتطويرها في إيران وهي تخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني فإذا قامت إيران بعملة استهداف للقواعد الأمريكية والمشآت النفطية الخليجية هنا ستكون إيران دخلت في حرب مع دول المنطقة وبشكل واضح مما سيؤدي إلى كوارض ووقف امدادات النفط وقد لا تصب في مصلحة إيران أما الافتراضية الأخيرة أن يقوم النظام الإيراني متبثل في الحرس الثوري باستخدام داعش والجماعات الإرهابية بالقيام بعمليات إرهابية كبرى في العراق وسوريا وأن يقوم حزب الله بضرب إسرائيل بالصواريخ بالتعاون مع حماس لإشعال المنطقة فنحن قريبين منها ومن هذه النظرية لذلك يجب الاستعداد خلال الأشهر القادمة لحرب الخليج الثالثة واعتقد أنها على الأبواب ترجمة نانسي قنقر